السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة رول الجلاج بحشوة الكنافة والمكسرات في القلاية دلوانجي اتمنى الوصف اتقربوها وتعجبكم اول حاجة عند هنا الكنافة حمرناها مع بعض قبل كده في القلاية ان شاء الله اللينج بتاحها في صندوق الوصف احتاج كمان عجينة البقلاوة ربع كباية من الزبدة المدابة حوالي نصف كباية كبيرة من خليط المكسرات وجوز الهند معلقة من الزيت ومعلقة من مية الورد اول حاجة هضيف الزيت على الزبدة او لو حابة تستخدم المقدار كل زبدة وبعد كده هضيف مية الورد على خليط المكسرات الاضافة دي حسب الرغبة لو حابة تستخدم عن مية الورد لكن مية الورد بتديني نكه وليها حلوة جدا في القلاوة زي ما بتشتريها بالزبط من برا وفي نفس الوقت بتساعد ان الحشوة تبدل متماسكة داخل عجينة القلاوة بس ما نزودش من كمية مية الورد معلقة على النص كباية معلقة مش مش مليانة على النص كباية علشان طعم مية الورد او رحتها مية غاش على طعم البقلاوة بعد كده هفر الطبقتين من عجينة القلاوة او لو حابة تستخدمي طبقة واحدة بس لو هتستخدمي طبقتين هنضهم بينهم حليط من الزبدة والزيت انا عندي هنا الجلاش مش طازة ومش متساوي خالص فانا هتخلص من الحتة المش متساوية دي تقطعها بعد كده هدهن الوش من خليط الزبدة والزيت دهنة خفيفة خالص يدوبك بس كده فرش او فرشتين على الوش كله وبعد كده هبدأ اضيف الحشوة عندي هنا طبعا من الكنافة وعليها خليط المكسرات وجوز الهند مع مية الورد بعد كده هتنا عندي الاطراف وهبدأ ألفها رول بالسمكة اللي انت عايزها لو حباها صوابع رفيع او لو حباها رول سميك انا هنا هعمله رول سميك شوية فهلف العجينة كلها او الرول كله بعد كده هقطع بس الاطراف لان الاطراف دي نشفة وبعد كده تقطعيها بالشكل والحجم اللي انت عايزها هنرصها في القلاية مع دهنة خفيفة خالص من الزبدة والزيت طبعا لو هتعملها في فرن البتاجاز بتحتاج الدهنة اكتر من كده او الزبدة على الوش اكتر من كده علشان تتحمر معك لكن في القلاية بالدهنة البسيطة دي هتتتحمر وهتديك لون حلو جدا بعد كده هشغلها على برنامج الفرن فوق وتحت 10 دقايق على مستوى الحرارة التاني و10 دقايق على مستوى الحرارة الرابع انا عملتها على برنامج الفرن فوق وتحت بالنسبة للي ما عندهمش اصدارات فيها برامج او المعظم اللي عنده اصدارات من غير برامج فانا حبيت اسويها على برنامج ده عشان تشوفوا افضل طريقة نحن نسويها على برنامج الفرن فوق وتحت 10 دقايق بس على مستوى الحرارة التاني و10 دقايق على مستوى الحرارة الرابع هنزوج كمان دقاتين او تلاتة لحد ما يوصل درجة اللون اللي انت عايزاه لكن مش اكتر من كده علشان ما تنشفش معنا هي بتبقى خلاص تقريبا خدت لون اشغر خفيف حل فبعد كده بنشيلها لو اتحمرت اغمق من كده هتنشف او معانا على برنامج الفرن فوق وتحت لكن بالنسبة للي عندهم الاصدارات 94 و 96 اللي فيها برامج افضل طريقة للتسوية هي على برنامج الكيك 8 دقايق على برنامج الكيك وبعد كده بنشغل على برنامج الفرن فوق بس 5 او 6 دقايق لحد ما تتحمر وتاخد اللون اللي انت عايزاه ده افضل طريقة ليه البقلاوة في القلاية لكن اللي ما عندهمش البرامج بنعملها على الفرن فوق وتحت 10 دقايق و 10 دقايق لحد ما تستوي وتاخد لون احمر او اشغر خفيف بيبقى حلو جدا وفي نفس الوقت البقلاوة ما بتنشافش معانا او الحشوة كمان ما بتنشافش معانا ده عند هناك خلاص تمام احنا بنغير مكانها بس بعد شوية علشان الكل يتحمر مع بعض بيه التساوي هي بيبقى الارضية بتاعتها لونها اخف شوية بس تمام كويسة جدا مش وحشة كده خلاص بعد ما استوعت هنسقيها بيه الشيرة وهي لسه سخنة هنسقيها بيه الشيرة البرد شيرة البقلاوة بتبقى تقيلة ان شاء الله طريقتها ومعدلها في صندوق الوصف افضل حاجة لتسقية البقلاوة ان احنا نسقيها وهي لسه فيه القلاية والقلاية لسه سخنة وهي في القلاية بنسقيها بيه الشيرة علشان تمتص بحرارة الحالة القلاية تمتص الشيرة كويس وتطرى معانا مع ارماشة بسيطة للبقلاوة حتى لو هتعملية صنية في الفرن وهي لسه فيه الصنية سخنة بنسقيها بيه الشيرة وبنسيبها لحد ما تشرب الشيرة كويس وبعد جدا بنشيلها من الصنية لكن انا عند عشان الكمية قليلة شوية ولو سيتها بيء الشيرة في القلاية الشيرة هتتوزع في حلة القلاية ومش هستفاد منها البقلاوة مش هتشربها كويس فعلشان كده طلعتها في طبق واسقها بيء الشيرة طبعا كمية الشيرة حسب درجة السكر ان انت عايزها في البقلاوة لو حباها حلوة بزيادة او حلوة قليلة شوية السكر بتاعها قليلة شوية ده حسب الرغبة وبعد كده لو حبت زينيها بخليط المكسرات او جوز الهند ده عندي هنا طريقة البقلاوة عملناها مع بعض في القلاية اتمنى الوصفة ان شاء الله والفيديو يكون عجبكم مع الف سلام